مرحبا بكم مشاهدين، هذه أهم عنوين أخبار اليوم خبر مفرح للرقراري قبل سابع على بدايتك سيفريقيا بشكل صادم، نجم المنتخب المغربي يفتح حصوله على عروض قوية من الجزائر للتخلي عن وصول الأطلس المغربي أشرف حاكمي يتسبب في جدل كبير داخل فرنسا رسالة همتنا من حكيم زياج إلى المدرب وليد رجرغي قبل إعلان لائحة المنتخب المغربي والآن إلى التفاصيل لكن قبل ذلك لا تنسوا مشاهدين الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس لتتوصلوا بآخر الأخبار دائما بعدما كان قد حدد كابريال تشيوفي المدرب الجديد لنادي أودينيزي التشكيلة التي خاض بها الفريق مبارته أمام مونزا ضمن الجولة العاشرة من البطولة الإيطالية والتي ضمت النجم المغربية أدى مسينة ظهر ارتياح كبير وسط المغاربة حيث تعتبر هذه المباراة هي أول مشاركات مسينة في هذا الموسم بعد غيابه لمدة ستين يوما بسبب الإصابة وهذا الخبر قد يبث روح الفرح في قلب المدرب ولد رجرغي مدرب المنتخب المغربي الذي يتطلع إلى إيجاد بديل عن يحيى عطية الله لاعب الودادة في مركز الظاهر للسر وغاب مسينة عن الملاعب منذ بداية الموسم بسبب إصابة العدلية التي ألمت به أثناء السعدادات أودينيزي لمواجهة يوفينتوس في الجولة الافتتاحية للموسم الحالي ولهذا السبب من الممكن أن تكون عودة الدولي المغربي أدم مسينة فرصة لعودته إلى صفوف المنتخب في الفترة المقبلة وذلك قبل انطلاق كأس الأمم الأفريقية في كوديفوار مطلع العام القادم يعتبر آمين الوزاني مهاجم نادي كانجوان فرنسي من أبرز مهاجمي المنتخب المغربي تحت 23 عاما حيث يطمح هذا اللاعب البالغ من العمر 22 عاما والذي يمتلك جدورا مغربية وجزائرية نظرا لأصول والديها يطمح في تحقيق النجاح خلال نهائيات أولمبياد باريس 2024 وياتي هذا بعد غياب المنتخب المغربي عن الألعاب الأولمبية منذ نسخة لندن 2012 حيث يسعى الوزان جاهدا لتحقيق تقدم في أدائه الرياضية لكن بالمقابل تشتد المنافسة بين منتخبي المغرب والجزائر من أجل ضم اللاعب المتميز الوزاني خلال فترة التوقف الدولي القادم حيث يحمل الوزاني الجنسيتين الجزائرية والمغربية مما يجعله مؤهلا لللاعب لأي منتخبين منهما وذلك وفقا للقوانين الدولية ووفقا لمصادر إعلامية فرنسية توجه الاتحاد الجزائرية لكرة القدم بجهود كبيرة لإقناع الوزاني بارتداء قميص منتخب الجزائر ومع ذلك أعلن عن فشل جلسة التفاوض بين الوزاني والاتحاد الجزائرية الأسبوع الماضي حيث رفض اللاعب عروض الاندمام إلى المنتخب الجزائرية حتى بالرغم من الضمانات التي قدم له مدرب المنتخب جمال بالماضي إلا أن الوزاني اختار بدلا من ذلك تمثيل المنتخب المغربي هذا وتشير الإحصائيات إلى مشاركة الوزاني في ثمان مباريات مع منتخب المغرب تحت سن 23 سنة حيث سجل هدفا واحدا وعلى الرغم من ذلك لا يزال لديه القدرة على تمثيل منتخب الجزائر وفقا لقوانين الفيفا ويجدر بالإشارة إلى أن الوزاني يتعلق بشكل اللافت في الدرجة الثانية من الدوري الفرنسي هذا الموسم حيث سجل ستة أهداف ومنح أربع تمريرات حاسمة أثار النجم المغربي أشرف حاكيمي الذي يلعب لصفوف نادي باريت سان جرمان أثار الجدل بحضوره حفلا غنائيا في العاصمة الفرنسية مساء الجمعات الماضي وأفادت صحيفة الباريزيان الفرنسية بأن حاكيمي كان حاضرا في حفل الفنان المغني للراب موراد حيث قام بصعود المسرح وارتداء غطاء للرأس ورقص أمام الجمهور المتحمس وأشارت الصحيفة إلى أن النجم المغربي شارك في الحفل قبل يومين فقط من مباراة فارق دادابريست كما أشارت إلى أن حاكيمي يتمتع بعلاقة صداقة وثيقة مع مغني الراب الإسباني من أصل المغربي وأنهما حضر سويا سباقات الفرمولوان في شهر يونيو الماضي ويشار إلى أن مغني الراب يواجه حاليا تهمة بالسجن لمدة ست سنوات نظرا لاتهامه بمهاجمة ضابط شرطة في كاتالونيا باستخدام مسدس صاعق كهربائي وذلك خلال عام 2021 أثناء محاولته الهروب من الإجراءات الوقائية المفروضة خلال الجائحة شارك الدولي المغربي حاكيم زياش في المباراة التي جمعت فريق أغالة سارايا بفريق ريزيسبور يوم السبت الماضي ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري التركي الممتاز للموسم الرياضي الحالي حيث تعتبر هذه المشاركة الهامة بمثابة عودة لتنفسها بالنسبة للنجم المغربي بعد تعافيه من إصابة سابقة ودخل زياش الملعب في بداية الشوت الثاني بدلا من زميله مارتينيس وقدم أداء مرضيا تم تقييمه بنقطة 7.1 على الرغم من تلقيه بطاقة صفراء في الوقت البدل الضائع وهذا يبرز دور زياش البارز في تشكيلة فريقه خلال المباراة القادمة وكذلك مع المنتخب المغربي وعلى الرغم من غيابه عن مباراة المنتخب المغربي مؤخرا إلا أن زياش سيكون حاضرا في التوقف الدولي القادم وسيشارك في تصفيات كاس العالم في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا وسيكون ذلك السعدادا لكاس الأمم الأفريقية المقبلة في ساحل العاج في بداية العام المقبل ويجدر بالذكر أن المدرب والد رغراكي قد أعلن رسميا عن اعتماده على الجناح أمين عدلي من نادي بير ليفر كوسين وهو الأمر الذي يجعل المنافسة على مكان زياش أكثر حدة فبعد عودة زياش وتعلق أمين عدلي يمكن توقع منافسة شديدة على المكانة الأساسية هذا وبدأ زياش يستعيد إمكانياته بعد انضمامه إلى قلة صراي خلال فترة الانتقالات الصيفية وهذا بعد تجربة الصابة مع نادي تشيلسي والتي شاهدت عدم الاعتماد عليه بشكل منتظم بالإضافة إلى مشاكله مع الإصابات كان لوكامود ريتش لاعب خط وسط ريال مدريد أحد أبطال الكلاسيكو حيث دخل في الشوت الثاني وأحسن من أدايا ريال مدريد كما ساعد بيلينغهام في تشجيل الهدف الثاني الذي قالب المباراة لصالح الفارق الملكي وحقق النجم الكرواتي وإنجازا خاصا بتواجده على أرضية الملعب حيث شارك في المباراة رقم 500 بقميس ريال مدريد وبالصدفة كانت مباراةه الأولى مع الريال أيضا ندد برشلونة وفي البداية عبر مدريد عن شعوره بقلب النتيجة في الكلاسيكو والتفوق على برشلونة وقال هذا الفوز يعبر عن الحمد النووي الحقيقي لريال مدريد الإيمان حتى النهاية وعدم الاستسلام أبدا لقد قدمنا في الشوت الثاني أدان جيدا للغاية والسحقين الفوز وعن وصوله للمباراة رقم 500 بقميس الريال قال مدريد فخرجت بتمثيل هذا النادي في هذا العدد من المباراة وسعيدنا بالوصول لهذا الرقم في الكلاسيكو الذي فوزنا بها لا يمكنني أن أطلب المزيد فلس على علم بما أحققه في هذا النادي ولكنه رقم كبير للغاية كما شاد لوكا مدريد بأداء بيلنغ هام رجل الكلاسيكو الذي سجل هدفي الريال وقهل لا أعرف كيف أشرح مفعل وجود إنه يظهر كما لو كان هنا منذ فترة طويلة مع أنه وصل فقط إلى إسبانيا قبل ثلاثة أشهر إنه موهبة غير عادية